الجميع يعلموا أن كتب التلوين هي أكثر الكتب مبيعا على أمازون كيديبي وهو أفضل نيتش يمكن الإشتغال عليه وتحقيق أرباح محترمة لكن المشكلة التي يوجه الجميع هو صعوبة إنشاء هذه النوعية من الكتب خصوصا أنها تتطلب مهارات كبيرة وكذلك وقت أكبر لكن مع قناتكم استفهام عام وكما عاها تموني دائما سأحاول أن أريكم وأشرح لكم طريقة إنشاء هذه النوعية من الكتب سواء كنت مبتدئ في المجال أو لا تجد التعامل مع برامج أدوبي كفوتوشوب وإلستراتور إذن تابعوا معي إخواني الفيديو لكن إخواني قل هذا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول إذن إخواني هذه هي واجهة أمازون نقوم بتعديل العنوان الخاص بنا أولا ثم أقوم بالتعديل هنا وأضع كتب إذن هنا سأقوم بكتابة كولورين بوك هنا سيظهر لي العديد من الكتب سأختار مثلا هذا الكتاب يبدو بسيط لأشاهد الطريقة التي يقوم صاحب الكتاب برفع كتابه بها فمثلا سأبحث عن داخل كتاب لوك أنسايد هذا هو الغلاف بسيط جدا ثم الصفحة الأولى ثم بعدها يقوم برفع صورة وتحتها اسم للحيوان إذن الآن سأقوم بالذهاب لأبحث عن بعض الحيوانات وأقوم بتقليد هذه الصور بوضع حيوان وكذلك الاسم الخاص به أسفل الصور أقوم بالذهاب إلى هذا الموقع الرائع الذي قمت بشرحه في فيديو سابق هذا موقع جميل جدا يعطينا مجموعة من الصور بدقة كبيرة وبدون حقوق ملكية والجميل هو أنه بدون خلفية حتى لا يتطلب منك أي مجهود آخر لإزالة الخلفية إذن ماذا سأفعل الآن؟ أقوم ببداية بالبحث على الحيوانات التي أعرفها مثلا كات هنا سيظهر لي العديد من الحيوانات أحاول دائما أن أبحث عن الصور التي ليس بها ألوان كثيرة كما تشاهدون مثلا هذه الصورة جميلة ثم أعود وأبحث مرة أخرى وأضع دوغ هنا سيظهر لي العديد كذلك من الصور سأختار مثلا هذه الصورة إذن أقوم بتحميل هذه الصور في حالة لم تجدوا الصورة التي تريدونها في هذا الموقع ما عليكم سواء الذهاب إلى هذا الموقع الآخر الجميل جدا بيكساباي ثم تقومون بالتعديل على الصور من هنا واختيار Image Victoria ثم هنا سأقوم بكتابة مثلا Tiger وهذه الصورة مثلا جميلة أقوم بتحميلها كذلك إذن الآن سأذهب إلى هذه الصورة التي قمت بتحميلها هذه الصورة الأولى والثانية وكذلك الثالثة إذن الآن سأقوم بفتح هذا الملف Powerpoint وأقوم بضبط الإعدادات أولا أزيل هذه الأماكن الخاصة بالكتابة ثم أقوم بتحديد هنا الصيز أو القياس الذي أريده فمثلا أنا سأختار 8.5 في 11 فهذا هو القياس الخاص بكتب التلوين تذكروا إخواني دائما القياس الخاص بهذه النوعية من الكتب Coloring Book هو 8.5 في 11 حتى يتسنى للزبون أن يقوم بتلوين الصور الخاصة بهذا الكتاب بكل سهلة سأقوم بإنشاء كتاب من 25 صفحة للتلوين لكن الكتاب سوف يكون من 50 إلى 52 صفحة دائما Ctrl-C و Ctrl-V 52 صفحة الصفحة الأولى خاصة بكتابة اسم صاحب الكتاب ثم الصفحة الثانية خاصة بالكوبيرايت الخاص بنا إن أردنا إنشاء كوبيرايت فهذا يعطي مصدقية أكبر وقيمة كبيرة للكتاب إذن الآن هذه هي الصورة الأولى ثم أترك صفحة فارغة والصفحة الأخرى أقوم برفع صورة أخرى ودائما إخواني انتبهوا فهذه النوعية من الكتب يجب أن تكون صفحة بها الصورة التي نريد أن نلوينها والصفحة الأخرى يجب أن تكون فارغة والصفحة الأخرى بها صورة وكذلك الصفحة الأخرى تكون فارغة وهكذا دوليك حتى نتمم الكتاب لماذا؟ حتى لا تتأثر خلفية هذه الصورة عند تلوينها إذن طريقة إزالة الألوان وهذا هو الأهم في الدرس إخواني نقوم بالضغط ضغطتين على هذه الصورة تظهر لي هذه الأيقونة فيها ثم أختار هذا الاختيار إذن إخواني بضغطة زر بسيطة جدا تمكنت من إزالة جميع الألوان التي بالصورة أذهب إلى الصورة الأخرى كذلك ضغطتان ثم بعدها أقوم باختيار هذا الاختيار وبهذه الطريقة قمنا كذلك بإزالة الألوان لكن انتبهوا ويجبوا على الصور أن تكون إخواني هكذا واضحة وليس بها ألوان كثيرة حتى نتحصل على نتيجة جد جد إيجابية ثم أعود هنا وأختار حيوان آخر يمكنك البحث بالاسم أو كذلك يمكنك تصفح هذه الصفحات حتى يضر لك الحيوان الذي تريد الاشتغال عليه مثلا سأختار هذه النملة أقوم بتحميلها كذلك عند التسجيل في هذا الموقع بيكساباي فلن تحتاجوا للقيام بهذه العملية كل مرة وإزالة هذه الباتشا أذهب إلى الصورة ثم اختيار كولور وبهذه الطريقة سهلة جدا وهذه الطرق تبقى محتكرة إخواني لأن الأشخاص الذين يحتكرونها يعلمون بأنها طريقة سهلة يمكن لأي شخص أن يقوم بها وبالتالي منافستهم في السوق لكن وكما أقول دائما هذه المعلومات التي أقدمها لكم فأعتبرها زكاة للعلم فكلما علم الإنسان شيئا يجب عليه أن يخرج الزكاة لهذا العلم الذي تعلمه كما تعلمنا من الأصدقاء والأجانب فنحن نقوم بمشاركة أي صغيرة وكبيرة معكم إخواني ماذا سينقصنا الآن؟ أأتي إلى الصفحة الأولى مثلا هذا الكتاب الذي قام صاحبه بإنشائه لاحظوا معي هذه الصورة هي الصفحة الأولى إذن سوف أقوم بإنشاء مثل هذه الصفحة بطريقة سهلة جدا يمكنكم زخرفت هذه الصورة بأي طريقة تريدون فالأدواق لا تناقش وهذا هو الاختلاف بين كل ناشر وآخر لذلك إخواني المهم هو إتقان هذه البرامج وبعدها إن شاء الله سوف تتمكنون من إنشاء أي شكل تريدونه بكل سهولة هذه الصورة التي تظهر للمشتري وبالتالي إن كانت هذه الصورة جميلة فسوف تعطي انطباع جميل لكي يختار هذا الكتاب شكرا هذه الصفحة الأولى صفحة جميلة والآن أنتقل إلى هذه الصفحة الموالية وهي صفحة مهمة إخواني فعندما يأتي الزائر ويشاهد بأن الكتاب عليه حقوق ملكية للشخص الذي قام بإنشاءه تلقائيا يعرف بأن هذا الكتاب سيكون كتاب احترافي وليس كتاب عادي وبالتالي من أين سقوم بالبحث على حقوق الملكية التي تكون في هذه الصفحة فالطريقة كذلك سهلة جدا إذن إخواني أذهب إلى جوجل ثم أختار Copyright Page Inbox ثم أختار موقع من هذه المواقع ثم أختار مثلا هذه الفقرة إن لم تكن تجيد اللغة الإنجليزية رغم أن هذا النص لا يحتاج إلى الشرح لكن هناك العديد منه يحتاج إلى ترجمة هذه الكتابة ليفهم مغزها أذهب إلى جوجل ثم أختار الإنجليزية ثم أقوم بلسخ النص هنا ثم ترجمته هو حقوق النشر بواسطة كل الحقوق محفوظة هذا الكتاب أو أي جزء منه لا يجوز إعادة إنتاجه أو استخدام بأي شكل من الأشكال بدون إذن كتابي صارح من النشر باستثناء استخدام اقتباسات الموجودة في مراجعة الكتاب إذن الآن أقوم بالضغط هنا وأضع السنة التي أقوم برفع الكتاب فيها مثلا 2022 ثم أقوم هنا بكتابة الإسم الخاص بالمؤلف الذي اخترته لهذا الكتاب فمثلا هنا سأختار شوبيت مثلا إذن هذه الجملة أقوم بنسخها هكذا ثم أعود إلى الصفحة الثانية أقوم باختيار تكست ثم أقوم بلسق التكست هنا ثم أقوم ببعض التعديلات ليظهر بصغة جميلة مثلا هنا كما تشاهدون وهكذا سوف تكون النتيجة النهائية إذن إخواني لاحظوا معي نفس الطريقة إذن الآن إخواني انتهينا من التصميم الرئيسي للكتاب وبعدها حتى لا أطيل عليكم الفيديو يمكنكم تتمت هذا الكتاب بإضافة صور أخرى يمكنكم البدء بـ 25 صفحة كأقل تقدير فما ثوق فكلما كان الكتاب يحتوي على صور أكتر إلا وكان أحسن هنا بعد الانتهاء نقوم بالذهب إلى File ثم اختيار Save وبعدها نقوم باختيار المكان الذي نريد أن نحتفظ بالملف فيه ثم المهم هنا هو اختيار PDF يعني صيغة هذا الملف يجب أن تكون على طريقة لأن Amazon KDP لا تقبل في محتوى الكتاب سوى الكتب التي تكون على صيغة إذن هكذا هو الشكل النهائي الكتابي الصفحة الأولى ثم بعدها صفحة الـ Copyright بعدها الصفحة الخاصة بالصور التي نريد تلوينها صفحة فارغة بعدها الصورة الثانية فارغة والصورة الثالثة وبهذا نكون قد انتهينا من تصميم كتابنا إذن إخواني كان هذا هو الشرح المبسط لدرسي اليوم إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على إعجاب وشاركوه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول